السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا في منوعات ريحانة الجنة. الحقيقة جاي لطلبات كتير على موضوع الكروشيه. فقلت عملوكم حلقة كاملة عن انواع الابر والخيوط اللي بنستخدمها في الكروشيه وعن بعض انواع الغرز. اول حاجة هنبدأ بيها مع بعض ان شاء الله هنتعرف على انواع الابر اللي احنا بنستخدمها في الكروشيه. اول الحاجة الابر اللي هي الزادي كده دي اسمها ابرة ستانلس. ابرة رفيع فيها درجات بتبدأ من صفر لحد عشرة. اه كل ما الابرة زادت في الرقم يعني صفر دي ادخن حاجة. اه بعد كده عشرة بتبقى ارفع حاجة خط بتستخدم معها خط رفيع جدا. الابرة اللي معايا دي مقاس خمسة. اه دي يعني وسط. وفي واحدة تانية معايا. اه ديت مقاسة اربعة. دي ادخن شوية. اه كل ما الرقم اه زاد كل ما الابرة بترفع. دي بالنسبة للابر اللي هي الاستنس الصغيرة. بنستخدمها مع الخيط الصوف العادي اللي هو ده. والخيط الصوف ده فيه منه فتلتين. اللي هو زي اللي معايا ده. وفيه منه تلت فتل. اه بنستخدمهم برضو حسب اه ما احنا عايزين نعمل حاجة. لو عايزين نعمل حاجة مسلا سمك الفتلة بتاعتها بتبقى تخينة. بنستخدم الابرة التخينة. من صفر لحد اربعة. اه لو هنعمل نستخدم الخيط الرفيعة. بنستخدم الابرة من خمسة لحد عشرة. ده بالنسبة للابر الاستنلس الرفيعة. بالنسبة للابر الالمونيا التخينة. اه في منها ده. بتبدأ برضو من اه من صفر لحد تقريبا عشرة برضو. بس دي بقى العكس. اه ده كل ما الرقم يزيد كل ما الابرة بتتخن. يعني الابرة دي مقاسة اربعة. اه رفيعة شوية. الابرة دي اربعة ونصف. بنشوف ان احنا شايفين الفرق ان دي ادخن من دي شوية. فالابرة الالمونيا كلما الرقم بتاعها يزيد كل ما الابرة بتدخن. وده طبعا حسب سمك الخيط اللي احنا بنستخدمه. بنستخدمها في الخيوط اللي هي خيوط المكرمية وخيوط الشنط وخيوط الخيوط دي بنستخدمها في عمال الشنط. الشنط الخيوط احنا طبعا عارفينها كلنا. وابنستخدمها برضو في عمال بعض المفارش. بنستخدم معها يعني خيط الرفيعة ده باستخدم معها الابرة الرفيعة دي. وفيه خيط تاني بيبقى ادخن شوية. ده ببقى اسمه خط المكرمية. ده برضو ممكن نشتغل به شغل يدوي مفارش او شنط او مكرميات. وممكن نشتغله شغل بالابرة. برضو احنا بنجيب الابرة بتبقى يعني ادخن شوية وفيه ابر ادخن من كده شوية. اه بنشوف واحنا بنشتري الخط بنسأل طبعا انه بيبيع الخط انا عايزة اه ابرة تبقى مناسبة لسمك الخط اللي انا اشتريته. وبعد كده مع الوقت انا يعني من ممارسة والعمائل والشغل. انا بقدر اعرف الخط ده بيناسبه ابرة مقاسها كامل. ده بالنسبة لانواع الخيوط. بالنسبة بقى للغرز اه اول حاجة هنبدأها مع بعض ان شاء الله. انا هبدأ معكم بالشغل بالخط الاتخين ده اللي هو خط الشنطة. علشان الغرز تبقى واضحة معي. وبعد كده نفس الغرز اللي بنعملها في الخيوط دي هم برضو بنعملها في الخط اللي هو الصوف. يعني هي 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 نفس الغرز ما بتفرقش. بس هي بتفرق في حجم الابرة بس. فانا هستخدم معاكم الابرة دي. واستخدم الخط ده عشان نعمل الغرزة تبقى الغرز واضحة معانا عشان المبتدئين اللي لسه مش بيعرفوا يشتغلوا. تبقى الغرزة واضحة معهم وتبقى الطريقة سهلة. اول حاجة هنبدأ اه بعمائل اول حاجة خالص اللي هي الفيونكة بتاعت الغرزة او بداية الخيط. اول حاجة هنعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم انا همسك الخيط كده. وهلفه على ايدي. وهعمل زي علامة اكس كده. بعد ما عملت علامة اكس ديا اهي. اه هروح سحب الخيط من وراء كده. هيطلع لي العقدة دي. كده. دي البداية. اه دي طريقة. نعمل طريقة تانية مع بعض برضو ممكن تبقى سهلة. آآ هنمسك الخيط كده. وهنجيب الطرف الرفيع ده او الصغير ده. كده. وهجيبي الخيط ده. هدخله هنا في الدايرة دي. وهسحبه كده. هشد كده. يبقى انا كده برضو عملت الفيونكة اللي انا عايزها في الاول. دي بداية الشغل خالص. وفي طريقة تانية برضو نعملها بالابرة. هجيب الابرة. وهدخلها تحت الخيط كده. وهلف. هلف الحرف الطويل على الحرف الصغير. زي ما احنا شايفين كده. وهبتدي اسحب الخيط الكبير الطويل ده. بايدي كده او بالابرة من تحت. يعني انا هدخل الابرة كده اهو. انا عملت مثلا زي دايرة كده. انا عملت كده لفي الخيط على بعضه. هدخل هنا. هيبقى الخيط الرفيع تحت. الخيط القصير تحت. والخيط الكبير فوق. وهبتدي اسحب بالابرة اول غرزة. كده. يبقى دي اول حاجة خالص في شغل الكروشين. زي ما شفنا مع بعض كده عملناها. عملنا تلات طرق. الكل واحد فينا بيعمل الطريقة المناسبة دي او السهل. بعد كده هنبدأ بقى في اول حاجة خالص بنعملها في الخيط. انا مفروض بمسك الخيط كده. بلفه على الصباعي. الصباع اللي هو السبابة بتاع ايدي الشمال. ملف الخيط بالشكل ده. لحد ما يبقى مشدود في ايدي. وابتدي امسك طرف الخيط من هنا. يبقى الخيط مشدود في ايدي كده. وامسك بايد اليمين. صباعي على الجزء المبطط في الابرة. وسن الابرة ده اللي هو اسمه السنارة. ده سن الابرة. ده اللي باسحب به الخيط. همسك كده. يبقى الخيط في ايدي مشدود زي ما احنا شايفين كده. وهبتدي. اخلي الابرة فوق الخيط. كده. واروح لفة الإبرة من تحت الخيط يبقى الخيط تحت الإبرة وفوقها زي ما احنا شفنا الحركة دي نعملها تاني مع بعض هحط الإبرة فوق الخيط واروح لفها تحته واروح سحبة السحبة دي كده يبقى أنا كده سحبت أول سلسلة ودي بنسميها غرزة السلسلة نعمل كمان واحدة هحط الإبرة فوق الخيط واروح لفها واجبها من تحته وبسن الإبرة طبعا السن لازم يبقى فوق لأن السن لو تحت مش هيسحب هتتفلت مني كده. لو السن تحت الغرزة هتفلت مني مش هتشد معي. هروح جايبة كده. هروح سحبة كده زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. وشد بالراحة عشان الغرزة ما تفلتش مني. ونعمل مع بعض كده كم سلسلة. هي سهل لخالص ما فياش حاجة. بس طبعا عايزة تركيز. اهي. بسحب الخيط بكل سهولة. كده. طبعا الخيط التخين ده لو فيه مبتدئين. الخيط التخين ده حلو وسهل جدا في الشغل في البداية التعليم الاول. علشان الفتلة سهلا ان هي تتشد معي بسرعة او تتسحب معي بسرعة. اهو زي ما احنا شايفين كده. ادي غرزة السلسلة. سهل لو خالص ما فياش اي حاجة. اهو. كده احنا عملنا قطعة من السلسلة. السلسلة دي بنستخدمها بقى في عمال اه لو عايز اعمل مسلا شكل بيضاوي او لو عايز اعمل كفية بعمل الاساس بتاعها. وبعد كده ببتدي بقى بالغرز. يبقى احنا كده تعلمنا مع بعض غرزة السلسلة. نيجي بقى لاول غرزة في الشغل الجد بقى اللي هو بتاع الكروشيه. هعمل غرزة العمود. زي ما احنا شايفين كده. ادي السلسلة. ادي الابرة فيها سلسلة. هنعمل غرزة العمود. هنعمل ايه? هننفل خطع الابرة كده بالشكل ده. والسن فوق زي ما احنا شايفين. وهبتدي اعد غرزتين سلسلتين. ادي واحد. ادي اتنين. وهدخل الابرة في الغرزة التالتة. اهو زي ما احنا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يبقى انا كده دخلت الابرة. الخطوة اللي بعد كده هروح جايبها الابرة فوق الخيط. وهروح سحبها لبرة. اهو. يبقى احنا كوننا كده عندنا تلت غرز. او هعمل ايه? في بداية اول عمود هعمله. هروح لفى الخط على الابرة تاني. اهو هجيب الابرة من تحت الخطوة اجيبه فوقها كده. اهو. واروح سحبه اول غرزتين. اهو. بقنا كده فلت اه غرزتين وخليتهم غرزة واحدة. بقى كده تبقى عندي اتنين. عشان اعمل دول واحدة اروح جايبة كده. اهو. واروح فلت للغرزتين دولا. يتبقى عندي غرزة واحدة. يبقى احنا كده رجعنا لبداية الشغل في الاول خالص. هنرجع تاني نعمل عمود تاني. بقى كده غرزة العمود. سهلة خالص ما فياش اي حاجة. هنرجع نعملها تاني مع بعض. هملاقيدي برضو خط زي ما احنا شايفين اهو. هلف الخط على ايدي. وهعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم. هلف الخط على الابرة. اهو الغرز واضحة وسهلة خالص حتى نمقربها للكاميرا قوي علشان الغرز تبقى بينها. هلف الخط على الابرة. وهاجي بقى طبعا هحط جنبها. انا في الاول سبت الغرزتين علشان يبقى فيه مسافة ان انا بقى فيه سلسلتين كده وقفيني يدوني الشكل الواقف للعمود ده. هحط في جنبيها في نفس الغرزة اللي جنبيها بالزبط. هغرز الابرة. اهو. وهشد كده. الخيط زي ما احنا شايفين قاعد بمنتهى السهولة. وهطلع. هيبقى عندي تلات غرز. هلف الابرة على الخيط. هلف الخيط على الابرة. وهسحب غرزتين. اتبقى عندي غرزتين. هرجع الاف تاني الابرة على الخيط على الابرة. وهسحب. هتبقى عندي غرزة واحدة. وبكده يبقى احنا تعلمنا غرزة العمود الكامل. دي غرزة عمود كامل. نعمل كمان غرزتين مع بعض. بردو زيادة التأكيد. اهو. هدخل في الغرزة اللي جنبيها. وهسحب تلات غرز. هلف الخيط على الابرة. هسحب. بقى كده عندي غرزتين. هروح سحبه بقى كده عندي غرزة واحدة. القرزة دي بداية العمود الجديد بردو. هلف الخيط على الابرة. وهغرس في السلسلة اللي جنبها. اهو. وهسحب. كده بقى عندي تلات غرز. هروح سحب الخيط وخرج غرزتين يبقى عندي كده لسه تنين. هروح برضو لف الخيط على الابرة. واسحب. يبقى كده عندي غرزة واحدة. ونعمل غرزتين مع بعض كده على السريع. اهو. يبقى احنا كده عملنا غرزة العمود اللي هي اساس الكروشي. الغرزة دي اساس الكروشي. بعد كده بقى بنشكل منها غرز كتير جدا جدا جدا. آآ هنشوفها ان شاء الله مع بعض. كده غرزة العمود. طيب لو احنا عايزين نتعلم غرزة النص عمود. هنعمل ايه? برضو نفس ما عملنا في الاول. هعمل اللي طبعا هنفق كده عشان نعملكوا غرزة نص عمود. آآ هنيجي برضو هنعمل السلسلة زي ما شفناها في الاول. ادي السلسلة. وهجيب الابرة بتاعتي هدخلها في السلسلة الاولانية هي. هلف الخط. برضو زي ما عملنا في نفس العمود. بس هنعمل نص عمود. وهسيب غرزتين وهحط في التالتة. وهسحب برضو عادي خالص اهو. كده عندي تلات غرز. التلات غرز دولا انا هسحبهم بسحبة واحدة. مش هعمل مرتين زي ما عملت في العمود الكامل. لأ هسحب هلف الخط. وهروح سحبة كده سحبة واحدة. اهو. نعمل كمان واحدة. هلف الخط على الابرة. وهغرز في الغرزة اللي جنبها مش هسيب غرز طبعا. هغرز في اللي هحط في الغرزة اللي جنبها. وهسحب الخط. بقى عندي كده تلات غرز. هروح سحبة بسحبة واحدة. اهو. دي غرزة النص عمود. بتبقى قصر من العمود شوية وبتبقى مليانة شوية عن العمود. غرزة العمود. بتبقى دي مليانة شوية وبتبقى قصيرة. دي بنعملها في الشغل لما كنا عايزة شغل ساميك شوية او شغل متين زي شغل مسلا المفارش او شغل البلوفرات او كلام ده كله. لكن غرزة العمود ممكن نعملها بتبقى خفيفة شوية نعملها في الطواقي او في الكفيات. هلف وهغرز وهسحب على طول. كده عندي تلاتة هروح سحبت تلاتة مرة واحدة. وسن الابرة يبقى فوق. لان لو السن تحت نزل تحت مني مش هعرف. آآ سوباية على الحتة المبططة وامسك والخط يبقى مشدود. وبرده الاف. واسحب. اهو. دي غرزة النص عمود. الغرز دي يا جماعة هي دي مبادئ الكروشية. دي اول حاجة خلص في الكروشية. اللي احنا لسا لسا ما يعرفوش يعملو او عايزين يتعلمو. دي مبادئ الكروشية. غرزة العمود وغرزة النص عمود. زي ما احنا شايفين غرزة قصيرة شوية عن اللي قبلها. آآ طيب دي داني حاجة. نعمل نروح لتالت غرزة بقى. اللي هي الغرزة الربع عمود. غرزة الربع عمود دي بنستخدمها مسلا في الطوائر الرجالي. لو عايزين نعمل حاجة شغلها دايق قوي 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 بس بتتعامل بخيط رفيع. آآ طبعا هنعمل سلسلة زي ما عملنا في الاول هي برضو نفس السلسلة اهي. ومش هلف بقى الخيط على الابرة. لا. انا هسيب الخيط كده. وهجيب هغرز في تاني غرزة. مش في تالت غرزة. هسيب اول غرزة. وهحط في تاني غرزة. مش هلفة على الابرة. هروح عاملة كده. واسحب الخيط. اهو. زي ما احنا شايفين. وروح سحبة. سحبة واحدة. اهي. دي غرزة الربع عمود. مش هلف الخيط على الابرة. لا. انا هسيبه كده. وهغرز جنبها. كده اهو. وهروح سحبة. سحبة واحدة على طول مرة واحدة الغرزتين. هسحبهم بغرزة واحدة. تاني. هنغرز في الغرزة اللي جنبها على طول. وهسحب الخيط. وبعد كده هفلة الغرزتين بغرزة واحدة. اهو. دي غرزة الربع عمود. زي ما احنا شايفين برضو سهلة جدا ما فاش اي حاجة خالص. هو بس مجرد ان احنا نتعلم العمود والنص عمود والكلام ده هيبقى كرشية بالنسبة لنا سهلة قوي. ما فيش فيه اي مشاكل خالص خالص كل الغرز بستعامل بالغرز اللي احنا عاملها دي. اهو دي غرزة الربع عمود. ديت يا جماعة انواع الغرز. زي ما احنا شفنا مع بعض اهو. طيب لو انا عايزة اعمل بقى آآ القرس اللي هو القرس المدور. هنعمل ايه? هنفك دول مع بعض كده. هعمل ست سلاسل. يعني هشوف السلاسل بتاعتي. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وادي الستة. هعمل ست سلاسل. زي ما احنا شايفين ست سلاسل اهو. وهاجي اه مش هحط في الغرزة الاخيرة لا احط في الغرزة اللي قابلة لانه حطت في الغرزة الاخيرة الخيط هيتفك. الخيط هروح طلع كده وهيروح مفتوك مني. مش هيبقى جامد. فانا هحط في الغرزة اللي قبل الاخيرة. هغرز اللي هي بقى غرزة الربع عمود. عشان هقفل السلسلة دي. هدخل في تاني سلسلة. وهده اخرج. زي ما احنا شايفين كده. وهروح فلتها الغرزتين بغرزة واحدة. يبقى احنا كده عملنا الربع عمود. بقى كده عملنا اول حاجة الدايرة اللي هنحط فيها يعني دايرة القرس. دي مبدأ القرس. بداية القرس. اي زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى اعمل ايه? هعمل غرزة العمود العادية الطويلة. هعمل سلسلتين. وبعدين هلفة على الابرة. وهحط في النص بقى كده في نص الدايرة. اهو زي ما احنا شايفين. اهو. هحط في نص الدايرة. وهعمل غرزة عمود كاملة اللي احنا تعلمناها في الاول. ايه كده عني ثلاث غرز. هفلة اول اتنين. وبعد كده هفلة اخر اتنين. اهو. ونملى بقى كل ده. هنفضل نشتغل ونملى. اهو. هعمل كده لحد ما اتكون عندي القرس. وبالف الغرزة بتمشي معي. بالف مع القرس. لحد ما الدايرة دي كلها بتتملي. بتتملي بالعمود. هنجمل. اهو زي ما احنا شايفين. بس بحاول اشد الخيل كده شوية. علشان يبقى في عندي مساحة احوط تاني. علشان القرس مايلفش مني. كده. عمود كامل. القرس بعمل فيه عمود كامل. لو انا عايزة القرس بتاع ما بقاش مفتوح من النص قوي كده. اعمل اربع سلاسل بس في البداية. بس انا عملت لكم مفتوح كده. لسبب ان بداية الشغل او بداية اللي هم مبتدئين. اه لما دي بتبقى دايقة قوي بتبقى يعني بيتضايق في الشغل. مش مش بعرف ان انا ادخل الابرة وخرجها. دي طبعا عايزة ناس محترفين. فانا بعملها كده واسعة في الاول علشان قادرة ان انا الف حوالين السلسلة بسهولة. ان انا بتعلم في الاول. لكن بعد كده لما نبقى ايدينا مشى في الشغل وبنعرف نشتغل. السلاسل الستة دولا بخليهم اربعة بس. بتبقى المكان دايق خالص وبقى مقفول. بيبقى شكلها ازرف من كده. انا كده خلاص وصلت لنهاية القرس بتاعي. هبتدي اقافل القرس. هقافل القرس بتاعي بربع غرزة. آآ بربع عمود. هعمل ايه? هاجي هنا عند اول سلسلة انا خدتها. زي ما احنا شايفين اهي. آآ هعمل ربع عمود. هدخل هنا كده. فاخد سلسلة واحدة بس ما اخدش الاتنين كده مع بعض لاخد سلسلة واحدة من وراء اهي. هدخل كده الابرة وهسحب. اهي. زي ما احنا شايفين كده. بس مش هلف. لا. انا هروح جايبة. الغرزة دي. هفلتها من دي. عشان ما بقاش عندي اي زوايد. اهي. بقى كده. القرس بتاعي اتقفل. زي ما احنا شايفين اهو القرس. اتقفل معايا. آآ عايزين نعمل تاني سطر. هنشوف تاني سطرة مع بعض هيبقى ايه? هنعمل تلات سلاسل. برضو زي ما عملنا في الاول. وهاجي الغرزة الاولانية مش هحط في الغرزة دي. لأ هحط في اللي جنبها. برضو هعمل غرزة عمود كاملة. هاجي هلف في الخطع الابرة. وهدخل في السلسلة من وراء. وممكن ادخل في السلسلتين مع بعض. وممكن افتح العمود. ودخل فيه هنا. كل دي اشكال غرز. يعني انا ممكن اعمل اخد سلسلة بس من وراء كده. وممكن اخد السلسلتين دول مع بعض كده. وممكن افتح العمود كده. ودخل في النص. دي كلها بتديني اشكال للشغل اللي انا بعمله. لما نعمل لما نتعلم ان شاء الله. ونبدأ واحدة واحدة هنلاقي كل غرزة من الغرز دي لها شكل فأنا هدخل في السلسلة واحدة من وراء طبعا عشان في الأول تبقى سهل علي وهسحب وهعمل عمود تاني سطر في القرس بحط غرزتين في كل غرزة علشان العموق القرس بتاعي يبقى مفروض يعني حطيت غرزة هنا في أول فتحة هي أحط فيها كمان غرزة لازم كده لأن القرس المدور محتاجة غرزتين في كل غرزة علشان ما يتلفش مني ويبقى معمول كده هيلف ومش هعرف أفريده تاني فإحنا هنعمل في كل غرزة غرزتين برضو هعمل تاني معاكو أهو أدي غرزة وأدي غرزة كده اتنين في كل غرزة هحط اتنين في كل غرزة هحط اتنين على طول أنا كده عملت نص السطر التاني أو أكتر من النص شوية هنشوف برضو تاني مع بعض هحط في كل غرزة غرزتين الشكل هوت ما شو الله مفروض معايا مش مكالكع ولا مورور ولا أي حاجة ولا ملفوف كده عشان إحنا بنحط غرزتين في كل غرزة ده بالنسبة للسطر التاني لغرزة وكمان غرزة كده خلصنا السطر التاني أو زي ما احنا شايفين عايزين نقفل السطر بتاعنا بقى زي ما عملنا في السطر الأولاني هروح جايبة ربع عمود من السلسلة اللي وراء أهو وهسحب الخط بالراحة كده ومن غير ملفة على الإبرة هروح سحبها الخط تاني بقى أنا كده قفلت السطر التاني القرس ده بيستخدم في عمال الطوائي وبيستخدم في عمال المفارش المدورة طيب بالنسبة للسطر التالت طبعا هعمل سلسلتين وهعمل واحدة فيها واحدة وواحدة فيها تنين واحدة فيها واحدة وواحدة فيها تنين ولو حسيت إن القرس بدأ يقوس معايا كده أو يتدور أحط اتنين واثنين اتنين واثنين جنب بعض حسيت إنه هو بدأ يكرمش ويكشكش كده أحط واحدة جنب واحدة واحدة جنب واحدة طبعا من كتر الشغل ومن كتر الممارسة أنا هتعلم إزاي أصبط القرس بتاعي طيب إحنا كده تعلمنا مع بعض ثلاث غرز اللي هم المبادئ بتاعت الكروشية وعملنا القرس طيب إحنا هنشوف بقى أنواع الغرز اللي إحنا بنشتغل بيها أول حاجة هعمل لكم غرزة البلحة غرزة البلحة دي بتعمل إزاي هنيجي لو إحنا عايزين نعملها مثلاً في طاقية هنيجي في البداية خالص زي ما إحنا عاملين كده قد سلسلتين أهما وهعمل عمود حط في أول غرزة أهو هدخل فيها من الجنب كده مش من الجنب من تحت العمود أهو هفتح العمود من تحت وهعمل ثلاث عمويت مع بعض يعني أنا عملت قادي عمود أهو مش هسلت الإبرة ولا هفلتها لا هلف كمان وهرجع أعمل كمان غرزة أهو يبقى كده عمودين وهعمل كمان عمود يبقى كده ثلاث عمويت مع بعض أهما وبعدين بغرزة واحدة غرزة واحدة هلفها وارح سحب كل ده معايا أهو بواحدة بس وهقفلهم بسلسلة أهي دي اسمها غرزة البلحة وهنعملها مع بعض تاني هعمل سلسلتين وهعد عمودين أدي واحد اتنين وهحط في العمود التالت وهلف وهعمل ثلاث عمويدة على الإبرة بدون ما قفلت الإبرة أدي أول عمود وهدي ثاني عمود وهدي ثالث عمود بقى كده أنا عملت ثلاث عمويدة هما بغرزة واحدة أو بلفة واحدة على الإبرة هفلة كل ده أهو دي ما احنا شايفين كله أهو وهروح قفلهم بسلسلة غرزة سلسلة واحدة بس يبقى احنا كده عملنا غرزة البلحة تي غرزة البلحة نعمل كمان واحدة هعمل سلسلتين وهعد عمودين وهغرز في العمود التالت هعمل ثلاث عمويدة على بعض مع الإبرة مش هشيلهم هعمل هبضل سايباهم كده هعمل ثلاث عمويد معايا بلفة واحدة وهفلة كل الغرز دي وهقفلهم بسلسلة بقى احنا كده عملنا ثلاث غرز غرزة البلحة زي ما احنا شايفين أو غرزة الفشارة يعني لها أسماء كتير قوي دي غرزة أسمها غرزة البلحة طيب لو أنا عايزة أعمل غرزة رجل الغراب هنعمل مع بعض غرزة رجل الغراب هسيب أول غرزة يعني أول عمود كده هسيبه وهاجي أحط في تاني عمود وهعمل غرزة عمود عادية خالص اللي احنا تعلمناها في الأول غرزة عمود وهاجي برضه في الغرزة اللي جنبها وهحط كمان عمود هعمل كمان عمود كده بقى كده عملت عمودين وسايبة واحدة أعمل إيه بقى؟ هرجع تاني للغرزة الأولانية بغرزة ميلة هرجع للغرزة الأولانية اللي أنا سبتها وهحط فيها غرزة كده هتيجي فوق أخوتها هتيجي غرزة ميلة كده وهعمل العمود بتاعي عادي خالص أهو الغرز دي كلها تتعمل بالعمود زي ما احنا شايفين أهي الغرزة هعمل معاكو كمان واحدة هسيب أول أول غرزة وهحط في تاني غرزة اهي هعمل عمود وجنبها كمان عمود وهرجع للغرزة الأولين اللي أنا سبتها هغرس فيها وهرجع لها بغرزة ميلة بتبقى جاية زي علامة إكس على أخوتها على الاتنين اللي أنا عملتهم في الأول اهي يديني الشكل ده يديني الغرزة اللي جاي على خوتها اسمها غرزة رجل الغراب أو علامة إكس هعمل كمان واحدة برضو عشان تبقى الصورة واضحة هسيب أول عمود وهحط في العمود التاني هعمل عمود طويل عادي كامل اهو وبعدين هحط في العمود اللي جنبيه هنا اهو وهرجع للغرزة الأولانية اللي أنا سايبها فاضية وهعمل لها غرزة تانية وعمود كامل زي ما تعلمنا في الأول اهو يبقى كده أنا عملت ثلاث غرز اللي هي غرزة رجل الغراب أو غرزة علامة إكس نعمل مع بعض غرزة المثلث نشوف غرزة المثلث مع بعض باجي برضو بعمل سلسلتين وباجي في أول غرزة هشتغل ثلاثة عمود جنب بعض في نفس الغرزة مع بعض في نفس الفتحة دي عمودين وقادي التالت احنا كده عملنا غرزة المثلث دي ما احنا شايفين اهي وبعدين هروح عملة سلسلة كمان سلسلة بقى كده سلسلتين وهسيب غرزتين وهدخل في الغرزة التالتة عمود كامل ثلاثة عمود بدخلهم في فتحة واحدة او في غرزة واحدة كده بيديني الشكل ده دي غرزة المثلث لما بخلص السطر وباجي أشتغل السطر الجديد بحط الثلاث غرز هنا في فتحة السلاسل دي مش بحط هنا لا بحط هنا فتحة السلاسل دي نعمل كده كمان واحدة مع بعض هعمل سلسلتين وهعد غرزتين وهغرز في الغرزة التالتة اهه زي ما احنا شايفين دي غرزة المثلث هكمل السطر وهنشوف مع بعض السطر التاني هنعمله ازاي انا كده خلصت اول سطر من غرزة المثلث هقفل السطر بتاعي دي ما قفلنا قبل كده بربع عمود بسحب بارجع اسحب تاني من غير ملف اهو نيجي بقى للغرزة اللي بعد كده او السطر اللي بعد كده هعمل ثلاث سلاسل وهحط ثلاث غرز في الفتحة دي بقى مش هاجي عند الشغل اللي هنا ده الثلاثة دول اللي انا عميهم لأ انا هحط في السلاسل المفتوحة دي هعمل هنا ثلاث عمويت طبعا لو انا بعمل طاقية هيبتدي بقى ايه تلف معايا هيبتدي كده القرس بتاعي تقوس هيبتدي تديني بقى شكل الطاقية اللي هي المقوصة انا كده عملت ثلاث عمويت هعمل سلسلتين وهرجع احط هنا في السلاسل التانية رقم اتنين عمويت كاملة احنا كده شفنا مع بعض غرزة المسلس زي ما احنا شايفين طريقتها سهلة جدا ما فاش اي حاجة خالص طيب احنا كده الوقت اتعلمنا مع بعض اكتر من حاجة غرزة الربع عمود والنص عمود والعمود وعملنا مع بعض القرس ومدور وعملنا ثلاث غرز غرزة البلحة وغرزة المسلس وغرزة رجل الغراب نيجي بقى طبعا فيه غرز كتير جدا يعني مش على قد تلاث غرز دول لا فيه غرز كتير جدا 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 بس عشان احنا لسه في البداية هناخد بدايات الكروشيه بس الاول فاحنا كده عملنا الاساسيات الغرز هنيجي بقى مسلا لو حبينا ان احنا نعمل الشكل البيضاوي لو عايزين نعمل شكل بيضاوي هعمل منه مسلا مفرش او حبيت اعمل شنطة القاعدة بتاعت الشنطة هنعمل ايه اه طبعا هفك اللي انا عملته ده وهنبدأ مع بعض نشوف هنعمل البيضاوي ازاي اول حاجة هنعملها في موضوع الشكل البيضاوي هنعمل البداية بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها في الاول نجيب الخيط كده ودخل الابرة انا بعيدها تاني برضو للتأكيد وهسحب بقى انا كده عملت الفيونكة بتاعت الشغل بتاعي او اول غرزة من السلسلة هشوف بقى انا عايزة البيضاوي بتاعي طوله قد ايه عايزة مثلا من عشرين سنتي عايزة تلاتين سنتي عايزة خمسة برحتي شوف بقى انا عايزة اعمل شكل بيضاوي قد ايه وهبتدي اعمل السلسلة بتاعته اه طبعا انا هعمل معاكو حاجة صغيرة علشان ننجز مع بعض في الوقت وعشان نشوف ايه يعني نبقى مركزين على الهدف هعمل مثلا وليكن هعمل عشر سلاسل كده انا عملت عشر سلاسل هعمل منهم بقى الشكل البيضاوي اول حاجة هبدأها اه هبدأ بالعمود هاجي في اول سلسلة هنا كده وهغرز وهحط عمود وبعدين هحط كمان عمود في نفس الغرزة في نفس الغرزة بدأت العمود الاولاني هحط برضو كمان عمود ماشي لحد ما اعمل اربع عمويد ديت كده بداية الشكل البيضاوي بعد كده همشي في كل غرزة هحط عمود عادي لحد ما هوصل لحرف الخيط او لبداية السلسلة اللي انا عملها همشي عمود 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 واحد بس للاخر خالص لحد ما اوصل لبداية السلسلة بتاعتي دي غرزة العمود الطويلة العادية بتاعتنا هيا اللي احنا خدناها في الاول كده انا وصلت لاخر سلسلة لسه سايبها هي عشان نشوف اخر خطوة هاجي في اخر سلسلة دي هحط فيها ستة عمويد عشان تلف معايا وعشان العمود ما يتقوصش مني بالشكل ده هحط هنا ستة عمويد في اخر سلسلة كده انا حطيت في اخر سلسلة او اخر واحدة خالص في نهاية السلسلة بتاعتي انا حطيت كده ستة عمويد يعني زي ما احنا شايفين الشكل بدأ يلف الواحدة معايا اهو الشكل بدأ يلف بعد ما كنا هنا لفينا وجينا هنا هاجيب في اول سلسلة او في اول غرزة هحط عمود واحد بس وهامشي للاخر برضو زي ما عملنا في الجزء الاولاني انا كده وصلت الاخر غرزة اهو حطيت فيها عمود هحط فيها كمان عمود عشان يبقى اجمالي اللفة بتاعتي اللي انا لفتها هنا ست غرز في البداية اهيه وهنا ست غرز وبعد كده هقفل الخط بتاعي او هقفل السطر بتاعي زي ما بنقفل القرص المدور برضو عادي اهو بغرزة ربع عمود كده وبعدين هسحب من غير ما هلف الابرة كده وهعمل سلسلة طيب ده اول سطر بالنسبة لتاني سطر هاجي بقى على كل الدوران ده من اول هنا كده لحد هنا اللي هو اللي اعتبر شكل النص دايرة هحط غرزتين في كل غرزة غرزتين في كل غرزة زي ما هنشوف كده مع بعض اهو هنحط في اول غرزة اتنين اهو وهاجي في اللي جنبها برضو هحط غرزتين علشان يفضل مفروض مني ميك الكاش كده هنحطت اتنين اتنين هنحط هنا برضو اتنين زي ما احنا شايفين كده من اول النص هنا كده لحد هنا اتنين وبعد كده هكمل عادي اللي هو الخط اللي ماشي معدول معايا ده لحد بداية الدايرة هنا كده هبتدي احط اتنينات اتنينات لحد ما خلص الدايرة دي كلها وبردو هنشوف مع بعض عشان ده هو ده الشكل اللي دي اهم حاجة في تأسيس الشكل البيضاوي انا بقى كده خلص انا خلصت النص دايرة هحط واحد لحد بداية الدايرة التانية احنا كده وصلنا لبداية الدوران اللي في الحرف التاني بتاع البيضاوي بتاعي دي بدايته انا حطيت غرزة هحط كمان غرزة احط غرزتين في كل غرزة علشان الشكل يديني الشكل المفروض عادي اتنين اتنين اهو احط غرزة وفي نفس الغرزة برضو لحد ما خلص وهوصل لنهاية الدايرة كده انا عملت اللفة التانية في السطر التاني ابتدي زي ما عملنا في السطر الاولاني او في الجزء الاولاني من السطر التاني همشي برضو غرزة واحدة لحد ما وصل هنا لحد ما وصل لبداية الدايرة هنا كده مثلا وابتدأ احط اتنين اتنين. هكمل عمود واحد بس. انا كده وصلت لنهاية السطر. بس لسه فيه غرزتين اللي هم طبعا بداية الدوران. هحط اتنين واتنين. انا حطيت واحدة. هحط التانية. واحط كمان اتنين في العمود اللي جنبها. او في الغرزة اللي جنبها. كده خلاص وصلنا لنهاية السطر التاني. هقفل السطر بتاعي برضو زي ما عملنا. هجيب بداية السلسلة اهيه. وهغرز. وهسحب الابرة. الخيط بالابرة. يبقى كده عندي غرزتين. هسحب واحدة من واحدة. اهو زي ما احنا شايفين. واعمل سلسلة. ونفس اللي انا عملته في السطرين الاولينيين برضو همشي. غرزتين 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 لحد ما الدوران يخلص هنا كده. وبعد كده همشي غرزة 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 وبعد كده غرزتين في الدوران ده كله. وبعد كده همشي غرزة وهاجي هنا في السطر التالت اقفل السطر. بحنا كده عملنا الشكل البيضاوي طريقته سهلة جدا بس محتاجة تركيزه. ولو مش يعني شفنا الفيديو ومعرفناش نعملها هرجع الحتة دي تاني وهجيبها من اول وجديد. ولو الشغل باز مني بفكه وبشتغل من اول وجديد تاني مرة واتنين وتلاتة ما فيش مشكلة. يعني انا اول ما بدأت اشتغل الكروشيدة كنت بفك شغل كبير جدا شنط وطوائي. لحد ما تعلمت وزبطت الغرزة. ما فيهاش اي حاجة خالص لان في ناس بتتضايق جدا ان هي اشتغلت حاجة وطلعت في الاخر بايضة او طلع فيها غرزة غلط. لأ ما فيهاش اي مشكلة خالص. انا بشتغل وغلط. ببدأ من تاني وبجيب الفيديو اللي انا بتفرج عليه وببدأ من تاني وببدأ الغرزة من اول وجديد ويبقى عندي اه يعني اسرار ان انا ان شاء الله لازم اتعلم الحاجة دي. بحنا كده عملنا الشكل البيضاوي. طيب اه هنعمل مع بعض الشكل المربع. لو احنا عايزين نعمل مسلا مربع بداية شنطة مربعة او بداية كس فلوس او اه اعمل مفرش مربع مسلا هنعمل. هنفك اللي احنا عملناه وهنشوف في البداية التانية ان شاء الله. آآ بسم الله نبدأ ونقول هنشتغل ان شاء الله الشكل المربع او المستطيل لو احنا عايزين مربع او مستطيل برضو النتيجة واحدة او البداية بتبقى واحدة بعد كده انا بشكل زي ما انا عايزة بشوف انا عايزة ايه? اول حاجة برضو زي ما احنا بنعمل البداية هلف الخيط وهدخل الابرة وهسحب دي اول سلسلة. وبعد كده هعمل سلسلة برضو وليكن هعمل عشر سلاسل طبعا انا ببقى شوف انا عايزة ايه? الحجم اللي انا عايزة حجم المربع او حجم المستطيل اللي انا عايزة بقيس وبعمل على قده سلاسل. اده عملت مسلا مقدار من السلاسل اهوا طبعا انا ما عدتش بس يعني ايه? آآ يعني للتجربة. اول حاجة بجيبها بعمل العمود بتاعي عادي خالص. اهوا بسيب غرزتين وبحط في التالتة. وهامشي كده لاخر السطر. عمود واحد بس. لاخر السطر اللي انا عاملها اللي هو السلسلة دي. هامشي للاخر عمود واحدة بس. مش هحط اتنينات ولا تلاتة خالص. انا كده وصلت لنهاية السلسلة اللي انا عملتها. ايه زي ما احنا شايفين. خلصت الشكل المستطيل بتاعي اهو. آآ السطر التاني بقى هيجي ازاي? هروح اللفة الخيط كده. الشغل اللي انا اشتغلته هلفه كده. وهجاب الخيط من ورا. اهو. وهعمل تلات سلاسل. لا معلش سلسلتين بس. وهبتدي في اول عمود. احط عمود برضو عادي. عمود واحد بس اهو. ممكن اجيب من فوق من راس السلسلة من فوق راس العمود. ممكن اغرز من تحت. بس من فوق من راس العمود بيبقى شكلها اشيك. عشان ما تديش فتحات كبيرة في العمود. وبرضو انا ومزاجي عايز اعملها من تحت ماشي. عايز اعملها من فوق مفيش مشكلة. فانا هغرز من فوق. وهعمل عمود واحد اهو. وبرضو نفس اللي انا عملته في السطر الاولاني. همشي في السطر التاني. همشي عمود 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 لحد الاخر. هكمل وهنرجع لبعض تاني نشوف ايه عملنا ايه. كده انا وصلت لنهاية السطر التاني. زي ما احنا شايفين اهو. آآ طبعا من اهم مبادئ نجاح المربع او المستطيل اللي انا بعمله لازم ابقى عدل غرز. يعني مسلا انا عملت هنا عشر غرز. لازم اتأكد ان انا عاملة هنا عشر غرز زيهم بالزبط. لان لو انا عملت ازيد او عملت اقل. لو عملت ازيد هاجه بص يلاقي الشكل بتاعي بدأ يعمل كده. هيطلع بقى بالشكل ده هيعمل كده. هيورب بالشكل ده. ولو انا عملت اقل هاجه بص الاقي في الاخر بقى الشكل صغر 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 وفي الاخر ممكن الاقي عندي بقى بدا ما بقى عشر غرز بقى ست غرز او خمس غرز. فلازم اعد الغرز بتاعتي عشان اتأكد لان انا في البداية مش هقدر ازبط ايدي قوي. عشان لسه احنا كمبتدئين. لسه مش عارفين نزبط ايدينا او نحط الغرزة الاولية فين ونحط الغرزة التانية فين. فاسهل عشرة لحد نهاية الكتعة اللي انا عايز اعملها. ودين بنستخدمها زي ما قلت اللي هي الكتعة المربعة دي ممكن اعمل بيها كفية. باعمل البداية بتاعت الكفية السلسلة اللي انا عايزة العرض بتاعها. وبامشي بالشكل ده. رايح جاي. رايح جاي. الف الخيط. الف الكتعة اللي انا عملتها واشتغل. وارجع الفها. وارجع اعمل سطور التانية. يعني هعمل معاكو كمان سطر اهو. انا كده خلصت السطر. هروح لفة الكتعة بتاعتي بالشكل ده. وهعمل سلسلتين. اهو. وفي اول غرزة هحط. في اول غرزة. عندي كده هحط اول عمود. اهو. وهفضل مشي لنهاية الكتعة بتاعتي. لحد الاخر خالص. لحد ما كمل اهو السطر بتاعي. ايا كان طوله بقت اطول من كده او اصر من كده. بافضل مشي للاخر عمود واحد بس. كده خلصنا السطر الثالت. آآ الغرز كلها عدد واحد. انا عامل احداشر آآ غرزة في الاول. السطر التاني برضو احداشر. والسطر التالت برضو احداشر. فزي ما احنا شايفين اهو المستطيل او المربع طالع معايا مزبوط. آآ السطر الرابع برضو هلف. اهو. هلف الخيط. وهعمل سلسلتين. وهبتدي في اول سلسلة. اهي في اول غرزة. هحط عمود. وهكمل للاخر. زي ما احنا شفنا مع بعض. دي بداية كفية او بداية كس فلوس. لو انا عايزة اعمل كس فلوس. او بداية شنطة مربعة. ليها يعني استخدمات كتير جدا جدا جدا. آآ شوفوا كده جربوا الطريقة وشوفوا هتعملوا ايه. بعد ما خلصنا الشكل المربع والبيضاوي. هنشوف برضو غرزة حلوة جدا. ومن اساسيات الكروشي. اسمها غرزة الشبكة. آآ اول حاجة في بداية الشبكة انا بحتاج قرس. آآ لو انا هعمل غرزة الشبكة لطاقية مسلا. بحتاج قرس كبير. بيبقى حوالي سبع سطور. بعمل القرس. بس انا طبعا يعني عملت كده حاجة مبدئية علشان نشوف شكل الغرزة معنا. آآ غرزة الشبكة استخدمها في الطاقية او ممكن استخدمها في مفرش مدور. وممكن استخدمها في مفرش مستطيل برضو. او بيضاوي. آآ هنشوف الشكل الاساسي بتاعها. اول حاجة انا هعمل قرس. وبعد كده هعمل آآ سلاسل. هعمل مثلا اربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة. اربع. وهاجي في في العمود اللي يعني انا هفوت عمود وهحط في العمود التاني وهحط السلسلة. آآ طيب انا هكبر السلسلة شوية عشان تبقى باينة. هخليها مثلا ستة. وهاجي اغرز هنا كده. وهسحبها بغرزة الربع عمود. هنعمل الشكل ده. وبعد كده هعمل كمان ست سلاسل. هفوت عمود وهغرز في العمود التاني. وهسحبها بغرزة ربع عمود. كده هخلص السطر ونشوف النهاية شكلها. انا كده وصلت لنهاية اول سطر من غرزة الشبكة. آآ هعمل اخر غرزة مع بعض عشان نشوفها. كده. وهغرز تحت. يعني انا هانهي السطر في الغرزة من تحت من هنا مش فوق. وهسحب كده بربع عمود. يبقى انا كده خلصت اول سطر. طيب. تاني سطر بقى هنجيب البداية ازاي? مش هنمشي طبعا آآ السلسلة دي فوق السلسلة ديت. لا احنا هنعملها خلف خلاف. هنجيب السلسلة بدايتها من هنا. عشان تيجي الشكل تديني الشكل المسلس فوقها. هنعمل ايه? همشي لحد نص السلسلة الاولانية. يعني السلسلة دي اول سلسلة اول شبكة عملناها. همشي لحد نصها بغرزة ربع عمود. هنا كده. هعمل البداية كده ربع عمود. اهي. بس مش هلف تاني وهسحب منها سحبها واحدة. هنعملها تاني. كده. وهسحب سحب واحدة. عشان مش عايزة يبقى فيه سمك للشغل اللي انا اشتغلته خالص. عايزة ما يبقاش باين. وهو همشي كمان غرزة. اهي. وهسحب. كده. لحد ما وصل لنص السلسلة. لنص السلسلة الاولانية. دي كان طبعا هنعملها بداية كل سطر. اسحب. وهرجع اسحب تاني بدون ملفة على الابرة اي خط خالص. انا كده وصلت لنص السلسلة. هعمل ايه? اه طبعا احنا عملنا في الاولانية. عملنا ست سلاسل. لا انا هنا بقى هعمل سبع سلاسل. علشان الشكل يديني الشكل المفروض بتاعي ده. وما تلمش مني وتتقوز بالشكل ده. فانا هاجي هنا هعمل سبع سلاسل. وحط هنا في نص السلسلة دي. هغرس بقى هنا كده في النص. وبرده بربع عمود بدون ما اللفة على الابرة الخيط. كده. وارجع اسحب تاني كده. اهي. وهعمل برضو سبع سلاسل. لحد ما وصل لنهاية السطر. بنيجي برضو الاخر غرزة في تاني سطر من غرزة الشبكة. انا كده خلاص هنهي السطر. هاجي عندي بداية السطر اللي انا مشيت بيها تلت غرس فوق السلسلة. وهاجي انهي السطر بتاعي. طبعا السطر كل مرة يعني كل مادة هيلف مني. البداية كانت هنا في الاول. هترجع تلف وتيجي هنا. بعد كده هتيجي تلف وتيجي هنا. لان انا ماشي بطلع على السلسلة. فببدأ من بداية نص السلسلة. فالبداية يعني ما نقلقش لما نلاقي البداية تغيرت. علشان احنا بنمشي. لو شغلك مزبوط هتلاقي البداية بتلف معك. هتفضل تلف تلف الحد في الاخر. هنيجي نغرز هنا. في اخر غرزة احنا في اول غرزة احنا بدأناها للسطر. برضو هعمل نص عمود ومش هلف. كده اهو. وهطلع برضو. لحد ما وصل لنص العمود. عشان بداية السطر الجديد. كده انا وصلت لنص السلسلة اهي عشان ابدأ السطر التالت. اه انا بزود السلاسل. يعني انا عملت اول سطر سبع سلاسل. اه ست سلاسل. تاني سطر سبع سلاسل. تالت سطر هعمل ثمان سلاسل. ده في حالة ان انا محتاجة. القرس الشبكة ده محتاجة لمفرش. اه فانا بزود السلاسل عشان يفضل مفروض معايا. ما يلمش. لكن في حالة ان انا هعمله طاقية. لا انا مش بعمل كده. انا بعمل القرس الاساسي للطاقية. اللي هو القرس السبع سطور. وبعد كده بعمل السلاسل بتاعت ست سلاسل. وهفضل امشي الاخر سطر فيها لحد ما اعمل الطاقية بتاعتي. هتفضل ست سلاسل زي ما هي. عشان تديني الشكل المقوس. الطاقية بتاعتي تتدور وتديني الشكل المقوس بالشكل ده. فزي ما شفنا كده مع بعض. انا قلت المفرش. هنعمل له السلاسل. هنزود في السلاسل. وبعد كده هنبتدي بقى نعمل ايه? طبعا احنا مش هنسبق الاحداث ونكمل المفرش واعمل بقى الشرشيب بتاعت المفرش والكلام ده لان احنا لسه بنتعلم. بنتعلم الاساسيات. وان شاء الله هيبقى في فيديوهات تانية هاشرح فيها برضو ازاي اعمل الشرشيب بتاعت المفرش او ازاي اعمل البرواز النهائي بتاع المفرش والطوائي والكفيات والكلام ده كله. نيجي بقى نشوف السطر التالت هنجيبه مع بعض ان احنا وصلنا هو. انا طبعا بكرر معكم السطور علشان السطور تبقى واضحة وعلشان برضو اللي ما اخدش باله من الخطوة الاولانية او السطر الاولاني وسطر التاني. بنراكز في السطر التالت. انا كده وصلت لنص السلسلة اللي انا هبدأ من عندها. اهو. هبدأ اعمل تمان سلاسل. انا عملت هنا ستة وعملت هنا سبعة. هعمل تمان سلاسل. وبرده زي ما عملنا في السطرين الاولانيين انا هغرز هنا في نص السلسلة اهو. ربع عمود. وهفلة الابرة من غير ما هلف عليه. وهرجع تاني تمان سلاسل. تماني اهو. وهغرز في نص السلسلة. ربع عمود من غير ما لفة على الابرة. وصلنا كده لاخر غرزة في السطر التالت. هغرز في البداية. ربع عمود. وهفلة الابرة. وهاني كده الشغل. يبقى انا كده عملت القرس الشبكة. لو انا حبيت اكمل آآ عليه. بكمل برضو بزود في السلسل. لو انا حبيت آآ انهي بقى على كده وهقفل مسلا الغرزة بتاعتي. ممكن حد يعمل مسلا شكل المفرش بالشكل ده. فخلاص بقطع. بس طبعا ببقى عاملة قرس في الاول والشكل بيديني شكل كبير. ما بتبقاش طبعا نهاية صغيرة بالشكل ده. آآ بنهي الخيط بقطع عادي. بخرج من الخيط وبقطع وبثبت الخيط وراء. ودي بتبقى نهاية شكل المفرش بتاعي. لو انا حبيت اعمل شغل هنا. هنكمل بقى مع بعض كده هوريكو. هنعمل ايه شغل هنا لو حبيت اعمل مسلا شغل هنا. قديني شكل الفرنشة بتاعت المفرش مسلا. هبدأ بقى هملة الجزء ده كله عمويد. يعني كده انا هبدأ اهو. هملة الجزء ده كله عمويد. طبعا عارفين غزة العمود وخدناها في الاول وعدنا عليها اكتر من مرة. انا كده عملت آآ شوية عمويد اول بس هعمل ايه بقى? هضم العمويد بتاعتي كده. كده على بعضها. علشان اكمل. عشان متبقاش واخده مساحة والشكل يلف معي. قديني عملت كده هكمل بقى ونشوف تاني مع بعض. انا كده خلصت اول آآ فسطونة في المفرش آآ او اول دوران الشكل ده. هنقل ازاي بقى على الدوران التاني او على السلسلة التانية? هنقل نقل عادية خالص. هعمل سلسلة آآ عمود عادي اهو. وهكمل شغلي عادي خالص. مش هعمل اي فواصل ولا هعمل اي حاجة. كده اهم. هي الوحدة هتلف وهتديني شكل الفسطونات لما خلص الشكل بتاعي. افضل ماشية برضو املى عمويد. احنا كده يعتبر سبقنا الاحتاس شوية علشان اعملت المفرش. بس انا قلت اعمل آآ غرزة مفرش سهلة وبسيطة ونفرح بها كده المبتدئين. يعني لما فيه حد بيعمل. انا نفسي لما عملت الغرزة الشبكة دي. وكملت عليها الفسطونات دي او الاطار ده. بقيت فرحانة بها قوي قوي. او ان انا قدرت اعمل مفرش صغير بسيط من شغل ايد وكت فرحانة بي جدا. فانا قلت اعمل نعمل برضو فكرة مفرش صغنانة قوي. كده وبعد كده ان شاء الله في الحلقات اللي جاية هنكمل مع بعض وهنشوف عمال المفارش ازاي وعمال الطوائق والكفيات وكل حاجة بازن الله. هنا كده وصلت لنهاية آآ آخر حاجة آخر سطر في المفرش الصغنون اللي احنا عملنا ده. آآ هنيجي بقى مسلا لنهاية الغرزة خالص هاجي برضو في بداية السطر وهغرز هنا كده في السلسلة وهطلع كده وهاخد سلسلة وهقطع الخيط بتاعي وهرجع لورا. هقطع الخيط طبعا واسبته وورا. طبعا مش هقطعه دلوقتي لان انا مش هنهي الشغل بتاعي. يبقى كده خلصنا آخر خطوة في المفرش الصغير اللي احنا عملناه طبعا آآ لو احنا عايزين المفرش ده على اكبر بعمل قرس كبير في الاول سبع سطور طبعا عارفين القرس عملناه ازاي وبعد كده بعمل السلاسل وارجع اعمل الكورنيش بتاع المفرش بتاعي. طيب هنعمل حاجة كمان وهننهي بقى ان شاء الله الحلقة بالآآ باخر حاجة. لو انا محتاج مسلا اعمل حزام آآ حزام لبلوزة او حزام الفستان لبنتي او اي حاجة من دي آآ نعمله ازاي. آآ هفك لانا عملته ده وهنبدأ مع بعض ان شاء الله. نشوف الحزام بنعمله ازاي. اول حاجة في الحزام. هنعمل البداية الفيونكا الاولانية. وهعمل سلسلة بطول الحزام اللي انا عايزة. لو انا عايزة مثلا عايزة حزام آآ متر او متر ونص. فبجيب المزورة بتاعتي او المسطرة وبقيس سلسلة طولها متر ونص. بس طبعا انا مش اعملها متر ونص دلوقتي عشان الوقت. فانا هعمل سلسلة مسلا طولها عشرة سنتي. كده. وابتدي اعمل عمود وابتدي امشي على السلسلة بتاعتي عمويد للاخر لحد ما خلص كل السلسلة. بقى انا كده انا عملت حزام كله عمويد بطول السلسلة اللي انا عايزاها. متر او متر ونص او نص متر زي ما انا عايزة براحتي. دي طريقة. وفي طريقة تانية برضو هنشوفها مع بعض. يبقى كده طريقة عمل الحزام. طبعا انا بمشي بعمل سلسلة طويلة على قد ما انا عايزة وبمشي عليها عمويد بالشكل ده. لو عندي طوقة طبعا بركبها فيه وبتبقى ايه بداية بركب طوقة هنا ودي تبقى بداية الحزام. دي طريقة. الطريقة التانية برضو هنشوفها دلوقتي. هعمل البداية. هعملها لك تاني برضو. البداية. وهعمل ثلاث سلاسل. او اربعة مثلا. وبعد كده هحط في اول سلسلة اول عمود. وهشوف انا عايزة عرض الحزام قد ايه. لو انا عايزة الحزام معريض هزود الثلاث سلاسل دولة نخليهم خمسة او ستة. لو انا عايزة يعني عرضوا معقول. فبخليهم ثلاث سلاسل بس كفائي. انا عملت كده اربع سلاسل اهو. دول اربع عمود. وهرجع كده. واعمل سلسلتين. واعمل اربع عمود برضو. لازم ابقى واخد بالي واعد العمود بتاعتي علشان الحزام يطلع مزبوط من اول سطر الاخر سطر. كده اول سطر اربع عمود وتانى سطر اربع عمود. وارجع على الف تاني برضو. نفس الشكل اللي احنا خدناه في عمايل المربع. لو لو فاكرين في الاول في اول الفيديو. لما جبنا شكل ان احنا نعمل مربع ازاي. هو ده نفس الطريقة بالزبط. بطلع بالحزام كده. في ناس بتحب تعمل حزام سلسلة طويلة وتمشي عليها للاخر. وفي ناس بتحب تعملوا الشكل ده. الشكلين كويسين وبيديو نتيجة حلوة جدا. بس اهم حاجة ابقى واخد بالي من عدد الغرز بتاعتي. دي بداية الحزام اللي هو هنمشي سطر صغير سطر ونلف سطر ونلف. اهو زي ما احنا شايفين كده. اعمل لكو برضو كمان سطر اهو برضو لتأكيد الفكرة. وبفضل ماشية بالشكل ده. الطريقة دي ممكن نعمل بيها ايدين الشنط. ممكن نعمل بيها الحزام زي ما قلت. وآآ ليها استخدامات كتير جدا جدا جدا. لما ندخل ان شاء الله في موضوع الكروشيه هنعرف ايه الاستخدامات للقطع الطويلة دي. وبنعمل بيها برضو طريقة الكفية والآآ اي حاجة مستطيرة بنعمل بيها بالطريقة دي. يا رب اكون قدرت اافتكم ويكون الفيديو فعلا مفيد ليكم. وآآ وان شاء الله تستفيدوا. وآآ دعواتكم لينا. اي حد استفيد. وآآ اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.